عاوز أقول أن النهاردة في صدمة تلقاها النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي بيرمت وهو قرار الكافر رسم بتأجيل مباراة الدور النصف النهائي إلى أجل غير مسمى إلى أجل غير مسمى المباراة كانت مقرر إقامتها من 1 إلى 9 مايو يعني بعد أسبوعين نهاردة 11 بعد 20 يوم بعد 3 أسابين خدوا قرار رسمي النهاردة بمنع بتأجيل المباراة الدور النصف نهائي إلى أجل غير مسمى ده بيعني وتأجيل مباراة كالتصفية كاسعائم للسيدات تحت 17 سنة وغير لكن لسه ما أجلوش مباراة المنتخبات في تصفية كأس الأمم الأفريقية 21 وعشرين اللي مفترض تتلعب في شهر يوني هذا يعني مزيد من الإحباط في عالم كرة القادم التأجيلات دي تعني أن الرؤية مش واضحة تعني أننا لا نعرف متى تعود الحياة إلى طبيعتها لا نعرف إمتى ترجع الحياة طبيعتها الله أعلم إمتى الناس تلعب كرة الله أعلم إمتى ننسي الشوارع الله أعلم فيش حد يعرف كله في علم الله فالناس اللي كانت عملة تتخانق على الرجاء والوداد والأهلي والزمالك والبرامدز وحريك ونكري ومش عارف إيه كله وقف سبحان لو حكا لو في ذلك حكا كله وقف الناس اللي بتتخانق على الملايين ومن يروح فين ومن يجي منين ومن يبدي فين كله وقف وما تعرفش هترجع أمد فيروس نيم العالم كله قعد العالم كله في بيته فيروس خلى كل الطائرات على الأرض ما تتحركش فيروس فيروس واحد بيهدد الاقتصاد العالمي عشان يبقى بتاع الصين يقولك إيه إحنا أقوى قوة اقتصادية في العالم ولا يستطيع أحد إيقاف ولا يستطيع أحد إيقاف هو جالك اللي يوقفك جالك ملك الملوك وملك الملكوت جبار السماوات والأرض الواحد الأحد الفرض الصم وريني بقى تعمله إيه مش كنت بتقتل في مسلمون الإجور أهو جالك وريني هتقتل في الفيروس إزاي مش أوباما كان عمال يفرد إتوات على الدول وده نازم يدفع كذا عشان يحميه ولا كده طب يحمي نفسك يا بطل وريني يا بطل هتحمي نفسك إزاي وريني هتحمي شعبك إزاي وريني بكل بأنك أنت القوى العظمة هتحمي نفسك إزاي الكورة كنا بنستمتع بلقى الدور الأسباني اللي يجاو البريميار ليجو اللي مش عارف إيه وريني تعمل إزاي إمتى 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 تعود الكورة نهارده قرار الكاف بالتأجيل لأجل غير مسام طب انعكاز ده إيه؟ محدش يفسر كلامي على أن أنا أهلاه ولا زمالكاه ولا ترسناه ولا زمالكاه انعكاز ده على الدور المصري أن وارد خلال إسبوعين تلاتة ياخده قرار مش منطق أنك تاخد قرار بدري بإلغاء الدور استنى شوف الدين يرحل على فيه مش هتخسر حاجة لو أعدت من دلوقتي لحد نهاية خمسة نشوف الدين يرحل فيه وإلى آين لأن 19 يونيو تحدي كورة أقالك لحد أقدر أبدأ الدوري 19 يونيو فأبدأ الدوري 19 يونيو أعود لحد إمتى أعود لحد ثمانية ولعب الدوري طيب هل ده ممكن يحصل في ظل المهلة اللي مده رئيس نادس زمالك لاتحاده كورة وقالك ثمانية واربعين ساعة ولا اتنين وسبعين ساعة ما قوليش قرارهم لو نص إبريل هلغي الدوري هاعتبر الدوري ملغي لأنه عنده التزامات ملاي هيشيل الخمسة وعشرين في المئة بتوع نسبة المشاركة من النص التاني من الدوري هيتفاوض مع العيبة على تخفض رواتبهم هيقلهم احنا مع بعض عاوز يخلص أموره المالية هيخلصها ازاي هيخلصها ازاي ما عندهش فلوس ولسه الأندية كلها تفلس بس مش الزمالك بس أنا بقول كلامه واضح الغي الدوري يعني إفلاس كل الأندية مهما كانت ميزانية إلا بقى بيرامدس أنت هيتمنع عنك فلوس البس وفلوس الرعاية وما عندكش فلوس بتجيلك من المدرجات هتجيلك فلوس منين والكورة وفلوس الكورة هي اللي بتصرف على كل الأنشطة مع الاشتراكات اللي لازمين الأهلي بيعمل فرعين جداد فرع الشيخ زاد وفرع التجمع الفلوس اللي بتيجي بيحطها في الفروع هيعمل ايه كل الناس مخنوقة كل الناس مخنوقة كل الناس مش عارفة اللي ممكن يحصل كل الناس مش فاهمة اللي ممكن يحصل الحج سعد السيد سعد عبد الرحمن أحبك الله لازي أحباب تنفي أحبك الله لازي أحباب تنفي لحظة كده الحج سعد السيد سعد عبد الرحمن أحبك الله لازي أحباب تنفي دخل معايا النهاردة على صفحة أبو المعاطة زكي ردت عليه وردت على أخ زمالكاوي من فرنسا اللي اتنين اتناشوا كل أدب واحترام اسمه محمد اللي في فرنسا وهنا الحج سعد ومحمد دانوبي جميل يعني هنا الحج سعد كان بنقشني في الإنسان مصير ولا مخير وخدنا ودينا وهي في الآخر مسألة فلسفية أحبك الله الذي أحببتنا فيه حج سعد سعد السيد سعد عبد الرحمن لأنه وعدتك أحبك الله الذي أحببتنا فيه أحبك الله الذي أحببتنا فيه فدي صدمة كبيرة جدا 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 للأهل والزمالك أن يتأجل دور الأبطال الأفريقي والكون فدرالية إلى أجل غير مسام الناديين الكبيرين أنفق عشرات الملايين من الجنيهات على دعم الفريق على اقتناء أفضل اللاعبين ووصلك إليهما إلى الدور قبل النهائي الأهل يواجه الوداد والزمالك يواجه الرجاء كان مفترض يبقى 1 أو 2 مايو العودة 8 أو 9 للأسف شيء جدا تم التأجيل ولا يعلم أحد متى يعود ومن الاستحالة أن تعود المنافسات الأفريقية فجأة لازم هيديك مهلة قولك بقى 3 أسابيع أن نلعب مثلا السم فاين أنا باقترح أن لازم الناس تصبروا على الدوري الأمور تهدى إلعب دوري وبعدين إلعب عشان نعب حتى تبقى فورما تبقى راه على أفريقيا فورما ناديين كبيرين أنفقا عشرات الملايين إن لم تكن مئات الملايين من أجل الوصول إلى المحطة قبل الأخيرة والفوز باللق فبالتالي أتمنى أن جهود الأهل والزمالك لا تضيعوا هباء ولا جهود برامد زل لا تلعب أظن حرية كونكري وفي نهضة بركان وحسنية أغادير وكان مفترض النهائي بقى مباراة فاصلة في دولة أبطال أفريقيا يوم 29 مايو البعض بيقترح رواندا لللعب فيها الأجواء فيها كويسة والحكاية والرواية ومحدش عارف ومحدش عارف إلا ممكن يحصل كله في علم الغيب وكله عند إيه علام الغيوب كله عند علام الغيوب مش عندك ولا عندي ولا عند الخطيب ولا عند مرتضى ولا عند الجنين ولا عند أي حد كله في علم الغيب لكن ما ننصح به هو عدم التعجل في اتخاذ أي قرار في هذا أشياء طيب هاجي بقى القرار الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب وأحمد فتحي موضوع أحمد فتحي صحي ورجع للأزهان مع تغريدات معالي المستشار تركي قال الشيخ الرئيس الشرف للنادي الأهلي واحد من عشاق الفانيلا الحمراء وخاصة قال لك رجع يخبط الباب وصل لحفة الهوية لو دلوقتي يبقى التفاوض يتمي بتلت التام تواصلت مع شخصية مقربة جدا مش أقول شخصية مع المحترم الكابتن حازم الحديدي مدير أعمال كابتن أحمد فتح قال لي جملة واحدة فقط اتكلمنا كتير بسأله جملة واحدة قال لي اللي قاله أحمد فتح لي ما تخافش علي يا حازم طيب إيه اللي قاله بقى الخطيب للجنة الكورة لجنة الكورة معلومة مؤكدة الكابتن محمود الخطيب أبلغ لجنة الكورة أنه لا نية لإعادة أحمد فتح وأن هذا الملف تم إغلاقه بقرار من أحمد فتحي بقرار من أحمد فتحي الموضوع مقفول في الناد الأهلي بقرار من أحمد فتحي والأهلي استجاب لي والأهلي كمؤسسة مش تحت أمر ولا مزاج أحمد فتح مش تحت أمر ده أنا بقول لك رد فعل الخطيب واحد يجي يقول لي يا أستاذ أبو المعاطي أنت كل شوية تقول حاجة آه يا حبيب أنا كل شوية بقول حاجة لازم تفهم حاجة أنني ناقل للمعلومة مش صاحب المعلومة يعني إيه يعني برامد زي نفسه ما قالش لحد النهاردة أن أنا وقعت مع مين مع أحمد فتحي أحمد فتحي لم يعني رسميا نتوقعه مع برامدز الكلام ناس بتقول لك من برامدز طيب إيه أهمية الإعلان أهمية الإعلان خلاص ده بقى الموقف الرسمي للنادي طيب عدم الإعلان ورد يبقى فيه أي لعب من النادي ورد يبقى فيه أي رغبة في التراجع من أي طرف من الأطراف فأمشانا اللي بقول الموقف اللي بيقول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر